يأتي قرار تمديد عدد من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص التي أعلنت منذ بداية الجائحة لمدة إضافية بغرض تحقيق الاستفادة الكاملة منها والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية إلى الحد الأدنى نظراً لما أحدثته الجائحة من أضرار على كامل الاقتصاد شمل قرار تمديد العديد من المبادرات المهمة بينها دعم أجور سعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص عبر نظام سند وتأجيل تحصيل الرسوم الجمهورية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي وجاء آخر المبادرات تأجيل سداد أقصاط القروض المستحقة للعام 2020 لمدة عام وبقيمة تصل إلى 670 مليون ريال لكل شرائح المستفيدة من مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات بالإضافة لأقصاط القروض المقدمة من البرنامج للقطاع الصحي والقطاع التعليمي والتي شملت أكثر من 192 منشآه ترجمة نانسي قنقر